السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله سوف نحاول نكمل الدرس النهايات والاتصال وكما لاحظتم في الفيديوهات السابقة كنا قدرنا لكم تذكير النهايات خدمنا مجموعة التماري للنهايات سوف نزول الاتصال لكن قبل أن نعمل التماري اللي سيكونوا خاصين بالاتصال سوف نذكركم بالخاصية خاصية سهلة يعني دابا مثلا اللي كي عرف في حسب النهاية ارا غادي دروس التصال مزيانة لاش؟ كانت مثلا الخاصية ايش كتقولي ايه اف متصلة في واحد العدد ا بحيث هاد العدد اكين تعمل ايه ايش كي كاف اللي عليكم كل سمبل ما كي كاف بان نهاية الليميت دي ال اف دو ايكس كون ايكس طان ايش كتساوي اللي عليكم كتساوي اف دو ا دون ندون يعني الخاصية يعني واضحة دونك باش كون عندي دي ال اف متصلة في واحد العدد يكفي نحسب الليميت دي ال اف دو ايكس كون ايكس طان فير هادك العدد وتخرج ليش نو؟ يعني اف دو اصورة دي ال العدد دونك هاي الخاصية ده هادي داروري خاصنا نحفظوها حيث غنا نقوم نخدمو بيه بزاف لارديكم بالنسبة يعني الاتصال دي ال اف واحد العدد دونك لاحظوا معاين غادي نحاول لارديكم يعني كما كتشوفو غادي نحاول نطبقها على يعني التمرير اللي عندي لاحظوا معاين هنا التمرير اللول قلوك قدروا استيصال دالة اف واحد هاو ما اعطونا هنا الدالة يعني هنا قلو لي بان اف دو ايكس كتساوي جوج ناقص للجدر دي ال ايكس الثلاثة على ايكس ناقص واحد طبط الحال ايكس كيخالف واحد حيث في المقام يعني كندير ايكس ناقص واحد هنا المقام خصو يخالف زارو ولواسط من الجدر كبار من زارو مهم وما يعني اعطونا الدالة اف دو ايكس كتساوي هالتعبير عندما يكون ايكس الخالف واحد بينما يعني اف دي ال واحد يعني يعطونا عش كتساوي يعني الصورة دي الواحد كتساوي ناقص واحد على اربعة حيش ممكن ش دي نحسب الصورة دي الواحد هنا ايخرج ليا في المقام سافر. اعطونا الصورة دي الواحد هي ناقص واحد على اربعة والسؤال المطروح لاحظوا معايدة بالسؤال المطروحة شنو ادرس اتصال دل اف واحد مزيان لك شو مشكين ديرو تمرين واحد تمرين يعني تمرين واحد واحد اول سؤال من اللي كترع ليه هد السؤال ديل اه ادرس لسيصال دل اف واحد بحالي كان قول هد الف بحالي هذا انا كنترح السؤال كان قول هد ف متصقلة في في واحد دون ايش خاص نحسب الله ليكو مش كماش قلنا خاصة نحسبو الليميت ديل اف دي اكس كون اكس تانкраї واحد والا خاصة نين دورو ريحسن بالليميت ديل اف دي اكس كون اكس طان واحد وخاصني نشوف هل يعني هادك الليميت ديال f de x كون x tan ver 1 حيث هنا لاحظوا معينا بحل لي أرهبوا واحد هاتجقال يدرس تيصال في 1 أنا هنا في الخاصية يتلكم يعني تيصال في a يعني السؤال هل الليميت ديال f de x كون x tan ver 1 كتساوي ماذا f de 1 احنا عغير كنتابقوا الخاصية الليميت ديال f de x كون x tan ver a كتساوي f de a يعني شابه أن f متحصلة في a ويكين أنا لحظة الليميت ديال f de x كون x tan ver 1 وعطاتني f de 1 ماني شابه أن f متحصلة في 1 حيث هذا النوع اللي رأيكم ديال اسئلة ما كيقول يدرس تيصال يعني تقدر تكون متحصلة تقدر تكون غير متحصلة إلا خرجت ليا كتساوي الصورة كنقولوا بأن الدل f متحصلة خرجت ليا يعني الليميت يعني قيمة وكتخالف هذه القيمة الليميت كتخالف يعني f de 1 كتخالف يعني ناقص 1 أربعة هذه الساعة نقول f غير متحصل كتخالف يعني في التمرين بيين أن الدل f متحصلة في 1 يعني أوبليجي غنكسب ما ندير شهد السؤال ديال هال غندير الليميت ديال f de x كون x tan ver 1 كيساوي f de 1 حيث هو قليا بيين أن f متحصلة في 1 ديجا هو عطيني يعني في اللول قليا بأنها متحصلة هنا اللي أدرس تيصال تقدر تكون متحصلة تقدر تكون غير متصلة مهم هذا الشيء في اللورة مهم أي واحد خصو يعرفه دونك مالك يقول لي أدرس تيصال يعني غنمشي نحسب الليميت ديال f de x كون x tan ver 1 ودال f de x لن أخذ بهم طبية الحرائيات دونك تبدو ما نرديكم رجلت لكم ما نقبيل يعني هذا التيصال فهو عبارة أيضا النهاية اللي كعرف يحسب النهاية ما يلقاش مشكي دونك لميت ديال f de x كون x tan ver 1 يقال لديكم لميت كون x tan ver 1 وبالنسبة للدلة f de x سنعوضها باش سنعوضها بالتعبير يعني التعبير اللي أعطوني جوج ناقص الجذر ديال x زائ 3 هاي جوج ناقص مادة الجذر ديال x زائ 3 على مادة على x ناقص 1 من اللي وصل كالتر أنا لاحظوا معي بأنها رأي شكل غير محدد أنا لعوضتوا بواحد الناس اللي حضروا معنا في النهايات رأي ريناهم كيفاش يعني يتبتوا بأن الشكل غير محدد أو الشكل محدد كتعوض مثلا x يقول إلى 1 ستعوض هنا بواحد 1 زائ 3 4 جذر الرابعة شحال لديكم جوج جوج ناقص جوج يعني الفوق ستقع 0 وهنا x ستعوضه بواحد 1 ناقص 1 0 ممكن قوله 0 لا 0 معنيتها بأن عدي شكل غير محدد شكل غير محدد بحال هنا التقنية اللي نقدر نستعمل هي التقنية تشنو ضرب في المرافق وغندير جوج ناقص الجدر للっ x زائد 3 على x 1 من طبيعة الحال خسنا دير المرافق دير جوج ناقص للشدر مرافق دير جوج ناقص للجدر dx 3 ثم أسأل 8 جوج زائد منator x 3 وبعد نضاب في المقام جوج زائد ماذا الجدر x 3 من بعد سنطبق لكم خاصية او المتطابقة الهامة هي ا ناقص بي في ا زائد بي كما تكون عدي يعني ا ناقص بي فاش مضرب الله لكم في ا زائد بي هاد المتطابقة كتساوي الله لكم هي ا مربع ناقص ماذا ناقص بي مربع ذلك انا غادي نحاول نطبق عليها هنا اقول الليميت كون ايكس طان فيراش نواحد مزيان المقام نعود كتبق حيث ما عنديش مشكل دابة في المقام ايكس ناقص واحد عامل جوز زائدة شنو الجادر ديل ايكس زائد ثلاثة بينما في البسط عندي هنا ا ناقص بي فاش في ا زائد بي اللي هي ا مربع ناقص بي مربع اللي هي ماذا جوز مربع ناقص شنو الجادر ديل ايكس زائد ثلاثة مربع غير عملية لديكم ديل الحسابات ومن الليميت كون ايكس طان فيراش نو لديكم واحد واهلا هنا الفوق جوز مربع ايكس زائد ثلاثة هنا الجادر مع الاوكاري غير 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 تبقى لي ايكس زائد ثلاثة والكرة مسبوقة بالناقص غير نفتح القاوس لديكم وغندير هنا شنو ايكس زائد ثلاثة اكت قلت لكم يعني في النهايات نحضروا مع هنا في الفيديو ديال النهايات ديال التقنية ديال الضرف المرافق كنا خدمنا بحالة شكل ديما يلا كان مسبوقة هنا يعني الجادر بالناقص نحايد الاوكاري مع الجادر ولكن هذا اللي وصف من الجادر ندير عليه القاوس لديكم واهلا حيث غير تبدى اليما بداخل القاوس على يعني ايكس ناقص واحد فاش مضروبة جوج زائد ثلاثة لديكم الجادر ديال ايكس زائد ثلاثة غير العملية ديال الحساب كن ايكس تان فيرا شنو واحد وانا قدي نحايد الاقواش قد ندير الرابعة ناقص ناقص ايكس وهذا ناقص مع الزائد ايكس يناقص ايكس تشنو ناقص تلاتة وفي المقام يعني نغيري بقى عندين نفس المقام ايكس ناقص واحد متعافقين باش ندير لكم جوج زائد شنو للجدر ديالش ديال ايكس زائد شنو زائد تلاجة وغير عملية ديال الحساب لو احنا دي مرة الاختام لكن نحسبه في الليميت وعلى الليميت كون ايكس طنفير شنو واحد وعلى بالنسبة هنا للمقام نعود شب المقام مش مشكل ايكس ناقص واحد عملات جوج زائد شنو للجدر ديالش ديال ايكس زائد تلاجة مزيان هنا لاحظوا معي هاد ربعة يعني ناقص ثلاثة هي مادة بحيلي غاشبع هنا ناقص ايكس مش عفقين وربعة ناقص ثلاثة هي مادة هي زائد واحد يعني هنا باش يوقع واحد الاختزال غنقدر نأمل في البسط بناقص الميش كون ايكس طنفير شنو واحد وفي البسط نقدر ندير هنا ناقص ونندير شنو ايكس ناقص يعني واحد والتحتش غندير عاو تاني ايكس ناقص واحد لاشنو نضروبها جوج زائد الجدر ديالج ديالج ديال ايكس زائد شنو ثلاثة. لاحظوا معي الله لكم. هذا الناقص مع ال ايكس رأيه ناقص ايكس. والناقص مع هد ناقص واحد رأيه زائد واحد. ذاك شي اللي اش عمنا بالناقص. الاختيزاء اللي غيقع غيبشي ايكس ناقص واحد مع ايكس ناقص واحد. وبالتالي يعني الناعيشة تولي الليميت. كون ايكس طنفيرا شنو واحد. فالا. تقلين ناقص في حال ناقص واحد صوما لاش؟ لاجوج زائد عيسة. زائد جدر ديالج ديالج ديالايكس زائد ثلاثة. توك من اللي وصلنا ل blacksige friend هذه اللي طب? يعني هنا عدي الحق نعود. أنا غندير حنا ناقص واحد. يعني جوز زائد الجدر. يعني اس من غد الجارد ال quality ايكس ضد واحد. يعني نعوض هاد ايكس بواحد. اتش físessions واحد زائد جنو ثلاثة. اللي هي ايه قال. ناقص واحد على جوز زائد واحدistem ثلاثة عربعة. والجدر ريال ربع الله عليكم مش حال. هو جوز. سأقول هنا ناقص واحد. على ماذا? على عربعة. لذلك مزيان. لذلك من اللي وصلت لهذه الطاب. سنرى هذه الناتجة التي خرجت لها. حيث أنا الله عليكم دفع ما نحسب. متعفقا معي بأننا نحن نحسب الليميت دي الاف دو ايكس كون اكس طنفير واحد. لذلك خرجت لها كما ترى هنا. هي ناقص واحد على عربعة. نعود نكتبها. لذلك عندي الحق نكتب ايضا الليميت ومينو الليميت دي الاف دو ايكس كون اكس طنفير واحد شحال خرجت لها ناقص واحد على عربعة. لذلك قد نشوف وش هي نفسها يعني وش هي الصورة دي الواحد باش نقدر نتسنتج وش دالة اف متعاصلة ولا غير متعاصلة فاش لارد لكم في واحد مازين. لذلك لاحظوا معي بأن اف دي الواحد شحال وناقص واحد على عربعة. وشحال خرجت لها هنا ناقص واحد على عربعة. اذا نعدي الحق نكتبها هي اف دي الواحد. اذا الليميت دي الاف دو ايكس كون اكس طنفير واحد. شك يساوي لارد لكم اف دي الواحد. وبالتالي يجبنا إلا كانت الليميت دي الاف دو ايكس كون اكس طنفير واحد. اعطاعتني اف دي الواحد. اذا نعدي الحق نكتب اذا ماذا اف متعاصلة فاش لارد لكم اذا اف متعاصلة في الادد واحد. دونك نظن يعني التمرين اللول يعني بسال. دابن لارد لكم لدينا التمرين جوج التمرين 2 نشوفوا أوتاني شنو عندي في المعطيات بالنسبة التمرين 2 مازين رجعوهما هي اللي أريد لكم أوتاني يعني التمرين الجوج اللي عندي وعلى لك لاحظوا معايا هنا في التمرين جوج عش قال لك قل لك حدد قيمة يعني العدد ا بحيث تكون الدلقة متصلة في صافر وعلى وعلى وعطوني أوتاني الدلقة فدو ايكس ها هي تعبير اف دو ايكس كتسوي التعبير من الايكس كي خلف زارو وعطوني أوتاني اف دل زارو كتسوي ا هاد القادية من اللي قالوا لي يحدد قيمة ا بحيث تكون دل اف متصلة في صافر خاصني يعني هاده نترجمة تكون دل اف متصلة في صافر نترجمة الواحد العلاقة اهنا السابق القرية بأنها متصلة يعني كم اعطى اف متصلة يعني في صافر اشكيل الله لكم يعني ماذا يعني انه الليميت ديالاش دل اف دو ايكس كون إيكس طان فير ماذا؟ كون إكس طان فير زارو هي roups للعديد من الف subscribers هذا هو متعافق عنه وهو ما اضعوني الذي بشكل معطائيات پتال الحصول على ً لاحظوا معاي بأن فsem ذائل波 نعلم ما هذا ؟ نعلم أن 하기ierungs 오늘 قطعه بأن ف stereotyping ف whoa songs لماذا سنبلسي الجدد من الفلز و هذا الف Euh من الفديّ الراب principalmente إذا قمنا في الجملة وامنو يعني الليميت ديال f de x كون x tan ver ماذا كون x tan ver 0 ورا هي a دونك هادي يعني هاد النتيجة اللي وصدت لها مهمة بزيف هاتوا ما لاحظوا معي بأن هادا يعني العادة a العادة a اللي كنقلبو عليه راه هو الليميت ديال f de x كون x tan ver 0 دونك a اش غاي متل غاي متل يالليميت او النهاية ديال f de x عندما يقول x الى 0 ديه يكتساوي الليميت كون x tan ver 0 يعني غادي نحسب هاد النهاية والقيمة اللي خرجت لها هي العادة a غادي نعود نطبيق الحال f de x بالتشعبير لاحظوا معي عندك في البسط x وفي المقام عندكم الجدر ديال ربعة زائد x ناقص جوش نكتبها ما فيها باس غاندير هنا لديكم x صوما لاش الجدر ديالش ديال ربعة زائد x ناقص جوش ما زين من اللي وصلت هنا عودشاني غاندير تقنية ديالش ديال الضرب في المرافق أنا هندير x هنا نعود نكسمي شو مشكل المقام اللي عندي ربعة زائد x ناقص جوش المرافق ديال اللي أرديكم اشنا هو ربعة زائد x زائد جوش يعني في بلاس ناقص كندير نزع وضربتش فيها هنا في المقام أنا عود نضرب فيها او تاني في البسط حالي من در نوار ربعة زائد x زائد اشنو زائد جوش لاحظوا معها اللي تحترا عندكم متطابقة عندكم a ناقص b فاش مضرب الله لديكم في a زائد b لون a ناقص b في a زائد b شنعية رأي a مربع ناقص ماذا ناقص b مربع وبالتالي هنا غشولي الميز كون x طنفير شنو كون x طنفير صافر شافقين هنا يعني في البسط غشولي عدي x عميل يعني الجدر ديالش ديالربعة زائد ايكس زائد جوش والتفتر عموتها طابقة ستكتب عليها تشكل ربعة زائد ايكس الجدر ديالربعة زائد ايكس او كاري ناقص شنو ناقص جوش او كاري لك مالي وصلت هنا نزيد نبسط لرد لكم باش نحدد يعني القيمة ديالالعدد الليميز كون x طنفير شنو كون x طنفير زارو هنا عندي ايكس عميل لاش أنا عود رجاع نشوف تشعبير عندي الجدر ديالربعة زائد ايكس هذا لجدر ديالاش ديالربعة زائد ايكس زائد ماذا زائد جوش مقصومة لاش لا ديالكم هات الجدر مع الاوكار غير طير هشقاليشنو هشقالي هنا ربعة زائد ايكس ناقص ماذا ناقص جوش جوش مربع يعني جوش مربع هي ماذا هي ربعة مازين دونك القيمة ديالالعدد ا هي الليميز كون x طنفير زائد ايكس زائد جوج هنا لاحظوا ما هي غيقع واحدة اختزال لبعادة الربعة غتشي معا ناقص ربعة وبالتالي غيبقى عندي اكس في المقام لاحظوا ما هي هنا او تاني عندي اكس في البسط و اكس في المقام او تاني هذا غدي تختازل وبالتالي يعني القيمة يعني ديال العدد ا هي الليميج كون اكس تون في راش نولا ديكم زارو الجدر دياله ديالربعة زائد ايكس زائد جوج صافة من اللي وصلنا يعني هنا غدي يعني تسامبلو غدي نعود يعني القيمة ديال ايكس غدي نعودها بالعادة ديالشنو بالعادة زارو وبالتالي غتشي لعدي هنا الجدر دياله ديالربعة زائد ماذا زائد زارو زائد جوج يعني في الميبلية ايكس نعوده بزارو اذا يعني القيمة ديال العادة ا غتشي لي ماذا هنا ربعة زائد زارو هي ربعة زائد طبعا تلح الجوج الجدر الربعة هو جوج زائد هذه الجوج وبالتالي يعني غتشي لعديك اربعة. يعني جوز زائد جوز. اذا ده بالقيمة ومن هو. من هو. يعني قيمة قيمة العدد ا. بحيث ماذا? بحيث اف. يعني متصلة. حتى ده وش شرط اللي اعطاوني بحيث اف. متصلة في صافر. يعني هي. يعني القيمة دي العدد ا هي ا. تحل كتساوي القيناة لا لكم. يعني اربعة. دونك هاتشي اللي عندكم لا لكم. اتصال دي دالة اف. فوحد يعني العدد. فوحد العدد اللي هو. يعني لاحظوا معي بان الناس اللي كي يعرفوا يعني الاتصال دي ما كرجع نقوله بان الاتصال. را هو عبارة عن نهاية. باش يكون اف متصلة فوحد العدد. خاص لي ما يدل اف دو اكس كون اكس طانفير داك العدد. تساوي اف ديل العدد. وما كيأتوكم الدالة. لاحظوا معا. كيأتوكم الصورة. مشو ما غتحسبوا النهاية ديل الدالة فهذاك العدد. وتقارنوها بالصورة دي لدك العدد. دي لا خرجوا يعني تساوي كنقولوا رأف متاصلة خرجو متخالفن ارغان قولو اف غير متاصلة بحال دابا مثلا نعود ذكركم بالمثال الول بالمثال الول لقينا ناقص واحد الاربع يكو هذاك ناقص واحد الاربع يابدي الواحد صورو ما هاد ليميت دي الابدو اكس كون اكس طمفير واحد كل قيته مثلا هنا نجوز لتلاته مهم شيء عدد لكي خالف ناقص واحد الاربع. دو هنا هنديرتو خالف حيث ابدال واحد ينقص واحد الاربع وانا الليميت مثلا خرج ليشي عدد خور تنجوش انقول للميت اف دو اكس كن اكس طانبير واحد كتخالف يعني اف دو الواحد وغاد نكتب ادن اف غير متصل اف واحد. دونك بس كون متصلة خاص النهاية تساوي الصور. دونك هادشي اللي عندكم في الاتصال يعني دي لبدال اف عادة.